اشتركوا في القناة من الاراضي الفلسطينية او حول الوضع الفلسطيني اليوم بيش نحكيه على الحكم المنتظر اللي بيش يقول لنا فينا الماء انو اسرائيل ترتكب حربك اللي احنا في بلنيش احلم اما الابادة جماعية عفوا انو نحكيه على جينوسي جستما واليوم التساؤل الكبير هو على الاثار المنتظرة لهذا الحكم احلم كلماليك تنعقد محكمة العدل الدولية اليوم بيش تصدر حكمها الابتدائي على ما يبدو بعد ساعة او اكثر شوية او التوقيت مهوش عنا بالضبط لكن نحن في الانتظار على اهبة من اجل لانو نسمع الحكم متاع محكمة العدل الدولية في القضية اللي رفعتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل بشأن حرب غزة يقولوا اتناش ظهرا بتوقيت جرينيتش موقع بي بي سي عربي معناها ماذي ساعة بوقتنا احنا تقريبا بعد خمسين دقيقة بش نبديو نسمعوا في الحكم ماذي الحكم اللي هو يتعلق بطلب جنوب افريقيا باعتماد تدابير مؤقتة او وقائية مستعجلة يعتقد معظم الخبراء القانونيين موقع بي بي سي عربي يقول انه المحكمة بش تصدر حكم وتقبل طلب جنوب افريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة او وقائية بش تحضر وزيرة خارجية جنوب افريقيا ناليدي باندور امام المحكمة نسمحوني في لهاي في هولندا اسرائيل زادة اعربت على ثقتها في انه محكمة العدل الدولية بش ترفض القضية هذية قال المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية ايلون ماسك في مؤتمر ايلون ليفي عفوا في مؤتمر صحفي نتوقع ميناء المحكمة بالطبع اسقاط الاتهامات السخيفة ولا معقولة لوجهتها جنوب افريقيا طرق الابادة الجماعية وترقب كبير لقرار محكمة العدل واشنطن موتا ماسكا وتنفي انه اسرائيل ارتكبت هاته الابادة الجماعية احنا اليوم الانتظارات الكبرى هو اولا صدور الحكم على خاطر فيه ايدينا دولية واضحة ولكن ايضا الاثار اللي بشرته لحكم هذين اه فرحكة ملاحظين نحب نلاحظهم ملاحظة لولا انه رأي مؤسسات دولية بدأت تتحرر من سطوة الامريكان اللوبي السويوني والدليل الموقف الواضح لامم المتحدة لمين العام اليودين ويستنكر ويضع الامور في اطارها ويصف الامور بانها جرائم برنامج لورونوال برنامج التغذية مفاوضية لاجئين كل هاته الهيئات الاممية تصدر الان تدل ربما على تحرر بداية تحرر هاته الهيئات الاممية من سطوة اللوبي الامريكاني الصهيوني بالنسبة للانعكاسات على ارض الواقع لقرار الادانة الذي ننتظره لن يكون مؤثرا بشكل كبير على اعتبار انه العسكري هي من تتخذ قرار الحرب من السلم ولكن سيكون مؤثر في رواية الكيان الصهيوني حول ديمقراطيته حول احترامه للهيئات الدولية حول ربما احترام القانون الدولي هذه الرواية التي اصدع لنا بها رؤوسنا يعني على امتداد احتلال دام عقود وهو يقول انه يحترم الشرعية الدولية الان سوف نضع هذا الكيان على اختبار الشرعية الدولية من جديد نعرف انه يتجاوزها ويتحدى الشرعية الدولية ويبني المستوطنات ويهد المنازل ويتوسع خارج الشرعية ولكن هذا دليل اضافي على ان هذا الكيان باضافة انه كيان عنصري وهو كيان اجرامي فهو ايضا كيان مارق على الشرعية الدولية والمنظمات والمؤسسة الدولية المنظمة احليم نوصلوا معاك نفس نقرأ ديمة علشان نعتمدوا تحاليل من المواقع الدولية يقول ما الذي يمكن ان تأمر به محكمة العدل الدولية اذ قررت محكمة العدل الدولية اليوم اصدار تدابير طارقة فهي غير ملزمة باصدار ما طلبته جنوب افريقيا بالضبط ما تتنجم تصدر تدابير طارقة لكن ما تلتزمش بنفس نص الطلبات او مجموعة الطلبات كما يقولوا المختصين في القانون لتلبتها جنوب افريقيا بالضبط ما تتنجم تعمل تدابير طارقة حسب تكيف المحكمة ولا حسب ما ترتقيه المحكمة يمكن للمحكمة ان تأمر اسرائيل باتباع القانون الانساني الدولي او السماح بارسال بعثة لتقصي الحقائق الى غزة او السماح بوصول المساعدات دون عوائق احكام المحكمة ملزمة قانونا وغير قابلة للاستناف لكن المحكمة ليس لديها الية لتنفيذها بطبيعة هذا ما يعنيش انه هذا اقرار بانه اسرائيل قامت بارتكاب جرائم ابادة جماعية لانه هذه التدابير المستعجلة بشي تم فيها النظر في الجلسة متاع اليوم ومن بعد تتواصل المحكمة بشي تم اثبات هل انه اسرائيل قامت جرائم ابادة جماعية ام لا عزوز هي مرحلة اولى نجم تكون فيها ابادة كما تنجم تكون فيها ايدانة كما تنجم تكونش فيها ايدانة لانه البارح امريكا اللي تنجم بتليفون من عند بايدن توقفها الحرب هذه وترجع الامور الانصابة ولكن هي مواصلة البارح بلينكين يكلم وزيرت الخارجية متاع جنوب افريقيا ويتحدث معها ويأكد لها بانه ما فهماش جريمة حرب ومنع شنوها اللي يحكيها واخر والخارجية الامريكية كذلك تصدر بيان اللي يتأكد فيه بانه ليس هناك جرائم حرب وانه اسرائيل قادة تقوم بالدفاع عن النفس يعني الامريكان الى حد الان واللوبي الصهيوني مازالوا مواصلين في التعنت اتمنى بانه التوصيات اليوم تكون انتصار للانسانية انتصار للحق الفلسطيني وانتصار للناس اللي خرجت في الشوارع في كل دول العالم وخاصة في امريكا وفي انجلترا وفي المانيا وفي فرنسا وفي اوروبا ككل اللي هما كانوا دعمين لهذه الجريمة واللي كانوا دعمين لما قامت به فلسطين من قتل لشعب الفلسطيني قامت به اسرائيل من قتل لشعب الفلسطيني هو في رأينا الان المؤسسة الدولية ديت تقتنع انه ذهاب الى حل الدولتين واعتقد اللي قاعدين نرهوا فيه الان من سيناريوات اللي قاعدين نرهوا فيه من تفاعلات انه هو متجه نحو عزل اليمين الصهيوني اللي هو العثرة الاخيرة امام هكذا حل على ذاك في رأينا بهكذا قرار فمتني سنضع ربما الظروف الموضوعية لقيام وبداية المفاوضات على حل الدولتين وايضا الداخل الاسرائيلي او مسمى بداخل الصهيوني اعتقد بيهيئ في نفسه للمرحلة القادمة بتسريحات المعارضة بقوة ايضا بسبر الاراء اللي قاعد يتغير الان في مصلحة فمتني المعارضة بقيادة لابيد اللي اصبحت الان هي التي تبلور الاستراتيجي القادمة اللي تتحدث على احتواء حركة حماسي تتحدث على فتح مفاوضات جدا من استرجاع الاسرة الحديث ايضا بكل قوة داخل الان النخبة الصهيونية على الذهاب نحو حل جذري يخلق استقرار في المنطقة واعتقد الذهاب نحو حل الدولتين اصبح الان قناعة في عمق الضمير الدولي وطني فخري عبد العزيز ومعنا ديفنا طارقة سعيدي اليوم الصحفي بشي شاركنا التحليل والنقاج بش نرجو على القضية اللي احكي عليها سامير ديلو احكي عليها في ايافان في عديد من وسائل العلام الاخرى على انه فما شخص اللي هو نتانياهو جاء لتونس وعنده نية التآمر على تونس الموضوع حكينا فيه وحللناه من الاوجه الكل ولكن الجديد هو انه النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية في تونس في بلاغليها نفت تماما فتح بحث تحقيقي جديد حول هاته المسألة النيابة العمومية عبد العزيز اللي عنا قديش من شهر واحنا نقوله عليش ما تتكلمش عليش ما تقولش اليوم تنفي موضوع بعد ما اخذي اخذي صادية كبير وتعتبروا انه اشعاعات ووسائل اللي عليهم بتاع اشعاعات لغير ذلك هي النيابة العمومية التزمت الصمت منذ مدة وخاصة في القضايا اللي ما يسمى بين الضفرين التآمر على امن الدول القضايا الحساسة والسيدة وزيرة العدل كانت واضحة في البرلمان وقالت احنا ما نشوفش نتكلمه وهذا خيار اللي يفتح المجال بطبيعة الحال المحامين اللي لسان الدفاع وكذلك في البلاتوات والمحلين انه كل حد معناه يأول بالطريقة لربما اللي يشوفها واللي يقرأ بها يعني احنا دائما في الآلام عنا وجهة نظر وحيدة معناش وجهة النظر الاخرى اليوم كيخرج خرجت النيابة العمومية وتكلمت لي معناها اربع كلمات هي قالت لأكثر ولا أقل وتحل دبا كبير حسب رأيي انا الان يا اما فما خيارين يا اما اليوم نوليه معاش نحكيه على القضايا هذية ويتم التعاطي معها بكل حذر لانه وقت تخرج النيابة العمومية تقولك رأيه ما تمش فتح تعقيق في العملية ويجينا السيسامير ديل واللي هو اللي تكلم عن المسألة هذي يقول رأيه هو بحث تمهيدي يعني هي القضية اللي ربما ما زالت في الطور الأول ما زالت ما وصلتش واللي يطلب فيه هو بأنه يقولك ماذا بينا نفرزه النيابة العمومية قعدة تفرز وهذا من خلال الأبحاث الأولية وعليه لا يجب التداول في هذا الموضوع كأنه موجود وكأنه أمر واقع وإلا حصل العدد القضايا اللي توا تكايف على أنها تأمر تارق نيابة العبوبية تقول مش صحيح أنه بلغ عددها 14 نلقا فريق الدفاع على السياسيين اللي موقفين في القضايا الأول متع التأمر يعملوا في أبديت على الصفحة تل فيسبوك كل مرة يقولوا 14 لهم 17 ويذكروا فيهم القضايا هدوم دوك اليوم نيابة العمومية منشيرة تقول أنه القضايا اللي حكي عليها سمير جيل ومش موجودة ولكن أيضا رو مش صحيح أنه القضايا متع التأمر رسلت 14 وقت هذا يعتبر موضوع تأمر ونيابة العمومية نجم تتحدث فيه وإلا لا هذا يبقى حديث ويبقى أيضا عند بحث البداية يعني ما زال الموضوع ما وصلش إلى نيابة العمومية لا نيابة العمومية هي المعنية بالملف هذا وفي اعتقادي أنه ما يجب جيد أن نيابة العمومية تتحدث ما أطلبه أنا كأعلامي هو أن تتحدث بغزارة لأن حجم المعلومات وحجم يعني ما ينتظر من عقاب للناس هذومة وتأثيرات هذه القضية على الاضخارة السياسية في البلاد وعلى حتى واقع الأفراد وحتى على حياتهم الشخصية مهم جدا وخطير وبالتالي فإن نيابة العمومية في تقديري أنا مدعوة إلى مزيد التحدث ومزيد شرح ما يحدث الآن في أروقة المحاكم حول هذه القضية نيابة العمومية هي التي تتعهد بالتحقيق وبالتالي فإن هي من تقول أن هناك تحقيق أو لا يوجد تحقيق بالنسبة للسان الدفاع من حقه بطبيعة الحال أنه يظهر إعلاميا وأنه يدافع على الناس ولكن أنا في اعتقادي المصدر الرسمي لأي معلومة هو النيابة العمومية وعليها أن تتحدث باستمرار وأن تكف عن الخجل النيابة العمومية التي تقول فخري أنه تفاديا لبث الإشعات فإنه يتعين التحري والتقصي في المعلومة من مصادرها الرسمية قبل تدولها العموم ولذلك كيفما تحدث طارق خلود لابد أن تتحدث بغزالة وتكون لها أيضا سياسة اتصالية لأنه زيادة الصمت يفتح أفهمتني على مجالات أخرى يخلق برسبسيون يخلق انتباع وفي لحظات معينة للا تصنع حتى الحقيقة في التاريخ على هذك يجب أن تكون سياسة اتصالية واضحة أو تخاتم وهذه ليس قضايا عادية خلود ليس تحدث على قضايا عادية تعزوز على نفقة يتعارك تحدث على الناس عند تهم كبيرة تحدث على الناس معانية فيها رجال سياسة فيها رجال إعلام وفي هذا العالم الجديد العالم المفتوح ما تنجمش تشد فيه المعلومة لذلك يجب تكون عندك سياسة اتصالية باش تبين وجهة النظر متاعك لانه في حضور وجهة النظر متاعك يصير تعديل للمشهد وتغلق نهائيا نفهمتني الباب نحو تأويلات ربما تهزنا الى مسارات اخرى اونا نعرف التاريخ يا ما ايشعات ويا ما انطباعات هزت لمسارات اخرى على ذلك السياسة الاتصالية اعتقد مهمة ومهمة جدا ومؤسسة الدولة الكل المدعوة الان انها تراجع سياستها الاتصالية خلود باش نوضح حاجة هو انه النيابة العمومية تتكلم بغزارة في موضوع معين هذا هو المطلوب وهذا ما نريده هي اخذية القرار باني لا تتكلم في القضايا هذه بغزارة ولا ربما ان تصمت اما التوضيح مهم فاش مهم مهم انه القضايا اللي فيها بحر تمهيدي لا يتم التداول فيها على اساس اني اصبحت واقعا اش معناها فما اطراف اليوم قادة تتكلم تقول بانه فما كم هاي لكل مرة كذا ويقع تندر بهالقضايا واضحة على البلاتويت كذا في حين ان النيابة العمومية قادة في بداية التمهيد ولا ربما الاستماع لبعض الاطراف اللي اثارت هذه العملية وذي هو الدور حتى لسان الدفاع سي سامير ديلو كيتكلم يقول النيابة العمومية زي ما تفرز هي قادة تفرز وهذاك عليش التوضيح راه مهم يعني من ناحية النيابة العمومية ماذا بينا تتكلم وماذا بينا توضحنا اما زادة من جهة اخرى ماذا بينا بالنسبة للقضايا هذوما اللي هما ما زالت النيابة العمومية قادة تتحقق معناها قادة تنظر فيها من اجل ان يتفرز انها هو الصحية والغالط ما يتمش التداول فيها بتلك الطريقة واغرق البلاتويت وهزين الناس في جهة معينة وإلا التشويش على الرأي العام بطريقة هذه خنا اسمو الأستاذ سامير ديلو سباح على إيافهم شنو قال بك شنجمو نفهمو أكثر الموقف متاعك عبدالعزيز ونرجو أولا ما ذكرتش نتانياو قال فيه شخص أجندي خنا نزوز قضايا فيهم شخص أجندي هذو خليم فرقوا الساعة إجرائيين وقانونيين النفي اللي صار البارح تيما الكلام اللي تقال انه ما ثم حتى حد في الحبث بدون تهم هذه هي كلم صحية ولكن حتى حد ما قالوا ناس تحكي له انه ثمه ناس بلاش أدلة بلاش أثبتات بلاش وقاع مجرمة اما مش بدون تهم تهم مليك بالنهو والتهم في قضايا الساهم طب حتين غير بح فصول من المجلة الجزائية وتقريبا كل فصول قانونيك رحكت إرهاب تأسيل خلصة اللي نفاتي النيابة العمومية وانا ما نيش فيه مجادلة مع حتى حد ولكن رأيك ينقوله ما سمش فتح بحث تحقيقي هذا يرد لك لان ما تقالش لأنه البحث تحقيقي وقتش يصير يصير بعد ما يصير البحث والسماع عند الضابطة العدلية النيابة العمومية كان رأيت انه ما سمش مصدقية تحفظ وكان رأيت انه سمش مصدقية وقتها تتخذ قرار تستيباح بحث نحن من ظلم المصدقية الغادي في القضية هذه الاخرى شاك البحث الأول في القضية الثانية حيث اليوم السباح اليوم ثم استماع للسيد مهدي بن غربية في قضية كي سنش هذي الأستاذ سامير جيلو دونك نفهم أكثر دول للكلم كنت قل فيها عبد العزيز الأستاذ دي لو يقول لك هي نيابة العمومية تحكي على حاش اللي هي مزلت ما وصلت لهاش مزلت المرحلة ما خلطتش غديكا عندها ولو هي نيابة يمكن ان تتحدث على كامل المسار متاع تحقيق ماللي يبدأ ماللي يمكن تبدأ التصريحات الأولى نوك دخلت بعضها شوية لأمور احنا كيفش نعمل ونفرز نيابة العمومية ما دخلتش لأمور بعضها نيابة العمومية واضحة تصريح اللي يحكي على الفكرة وانهو التصريح اللي يقول ويشي وانهو الخلطت للتحقيق بالحق وين بشتت معاش حقين نيابة العمومية عندما تتحدث عليها ان تفرز قائمة المتهمين وتهم موجهة لها تعطيهم الاربعتاش تفصلهم خلنفهمه هذا على قل حد الادنى خلنفهمه المرتكزات قانونية متاحها كيفاش وقفة الناس وتهم الموجهة لهم وكل قضية فاش تختلف على الاخر لان تآمر على دولة معناها عنوان شامل لأربعتاش القضية يعني في الحقيقة يتطلب مزيد التوضيح لان نتحدث عن موضوع خطير هذاك عليش دعية النيابة العمومية الى التحدث بغزارة فيما تسمحوا لها بطبيعة طبيعة المهام لتنجز فيه مزي عندكم اضافة على الموضوع نمشو الموضوع اللي بعد مجلس ويزاري وصادق على التمديد في الاجالة الممنوحة للجان التدقيق بالانتدابات في الوظيفة العمومية لجان التحقيق ذوما اللي تحدثنا عليهم منذ تولي رئيس الحكومة مهامه بعد مدام بودن وقلنا انه اكيد وحسب ما لاحظنا من لقائته المتكررة مع الرئيس وشنو الكلم اللي قاعد يتقاله هو انه بش يكون عنده واضحة وصريحة هي تطهير الادارة وتدقيق في الانتدابات في الوظيفة العمومية وغيره معناه الانتدابات الكل بي ساعة اول حاجة وقت نسمع وتمديد في الاجال شنو نفهمه سي كوالو سينيال اللي يخلط لك فاخر الاول اشارة جيني ربما انه مازالت الاعمال متواصلة وانه التدقيق مازال متواصل وانه العمليه ما هي سهلة كما كان ينتظرها العبيد الكل مش معناه بجرد قلم كما يقول صاحبنا بجرد قلم بيش تنحي العبيد وتحط العبيد فما اعتقد متابعة فما شف شهائد علمية ايضا المسار المهني فما التقييم حتى متاع الرؤساء المباشرين للناس هذي اللي دخلت في الشغل ايضا الناس هذي ادوار اللي تقوم بها في الادارة ايضا اليوم تتماشى مع السياسة الجديدة في علاقة بالهيكلة الجديدة اللي بتحب تمشيها الادارة متاعك لانو احنا عنا شبه اقرار انو الادارة بشكلتها وبهيكلتها وبمواردها البشرية وبكل مواردها وبتصوراتها اصبحت غير قادرة تمشي بتونس للعصر اللي نزمها تمشيله على هذي اعتقد اللي جان هذي في جانبها التقني مهم ولكن ايضا هذي اللي جان لابد ان نرسم لها ماذا نريد من الادارة مانا ادارة نحبوها انا مماشي نمشيوا بها الادارة وايضا كيفاش مشينا هيكلوها على هذك اعتقد الشغل هذا ما زال يتطلب التمديد وانا سعيد جدا انو صار التمديد فيه ميتمش فيه بش الناس ما تحسر واحة مظلومة وايضا زاد الناس اللي بش يتم عزها يتم تبيل لها علاش الى اخير الى اخير وايضا ايجاد بداء لها هذي الناس فتحت اليوم ما فهمتني ارزاق الى اخير وعندها عائلات يعني الموضوع ما هوش سهل كما تعتقد فيه الناس واعتقد مهم جدا انها تصير المعالجة بطريقة افهمتني هادئة وبطريقة بعيدة عليك الكليشيات وبعيدة افهمتني عليك الشعارات وبعيدة ايضا على استعراض القوة مهم جدا لانه في الاخير بدون ادارة نزيهة وبدون ادارة عصرية مهيكلة للمستقبل رانما نجمع لهم حد شيء هو ذي ذول الوبجيكتيف ما احنا توا التساؤلات حول الطريقة الطريقة متاع ضبط اجيل والتصريح والقول انه باش يصير تدقيق شامل لعمالية الانتداب والادمش بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية ونقولوها على اساس انه فما انتظارات تنجم تكون على مدى قريب او متوسط لهذا التدقيق الذي سيكشف على الفساد والتجاوزات معنا عبر الهتف والرحب به برشا القاضي الاداري المتقعد والمحامي احمد صويب سيد احمد مرحبا شبرا شهيدة على الاستداب شي احوالك غيبة علينا راك في تسعين دقيقة غيبة غيبة نحركوا 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 اي كنا فيما ملتقى علمي دستوري في كلية العلوم القانونية بي نقصيت على خطر الجور وعلى خطر سيد يعيش كاسيدي مرحبا بيك بي احمد صويب كنت عندك برشا نبهت قلت انه راهي الاجال صعبة في علاقة بهذا الموضوع راهي الامور مهي السهلة ساعة اول حاجة الامر يتعلق بكم انتداب معنى العدد تقريبا هذا جستما سيدتي كان اول عمل يتحضر قبل اعداد الامر وهو محددناها نحن قلنا قبل 14 جانفي ما فماشي فساد في الانتدابات حتى في المقارينة قانونية وبعد 25 جويل دونك وقت الخزامة وفي العسرية الوردية ما فماشي فساد بانتدابات فازد كانت في العسرية السوداء خلينا العسرية السوداء سهل تبعث وزارتك الكل والمغاستة العمية وتقول له مقدش عملت انتدابات مش نعرف الحجم اللي متوقع مش متوقع بالضرورة وعلميا قداش ندرسوه ونشوفه وانا هو الفازد وانا هو الصالح وانا هو الطالح وقلت وقتها على الأقل معرفتي البسيطة نعرف شوية لدارة ونتابعة للشأن العام بالحد الأدنى ما بين 150 و200 قلت بالضرورة فما بتكون الأجال قصيرة قصيرة جدا وذلك هي بحاجة مش نحضر كما يجب ذلك كما في السلح الجزائي نستدم بأمر واقعي وهي الأجال القصيرة وترسينا المدون أحمد سويب فما ليراء أنه تمديد الأجال سويب بالنسبة للسلح الجزائي وانتي أشرت الموضوع وإلا أيضا في علاقة بالتدقيق اللي ساير في الانتدابات الوظيفة العمومية أنه يقع التمديد في الأجال سي أمبونسيني هو وينجم يكون اعتراف بعدم انتهاء المهمة اعتراف بأنه مخلطنيش اعتراف بأنه الأمور ستكون في كنافة شفافية ومنصفة يعني عليش ليه سمعت خبر عليهم ما شعملوا أنا ما سمعت من شفافي عليش تمديد تمديد آخر شنو المشك سيدتي في غياب الشفافية والتشاركية نص مو في حيث أنا مش رأى أمبونسيني أنا يكون أنا أمبونسيني في الظهر لكن في العميق هي اعتراف بفشل وخطأ لخاطر من القواعد متاع القادة القانونية هي التوقع من الجامحة هي أمر متوقع جدا متوقع جدا للعرف بالشأن العام بالإدارة التونسية وبالحجم الانتدابات تيكي تزيد العفو التشريع العفو على الحضار على العقود الهشة وليقاع انتدابهم هذا مبارك مخلاف المدارس المتخصة اللي سألوه انتداب كيمالقضاء كيمالأمل كيمالخاريشية كي تزيد الضومة الديوانة والمالية الضومة لأن العشرية الوردية ما صارش فيها الحمد لله بعد خمسة وعشرين جويل كله كما يجبه وقبل الثورة كل شيء كما يجبه معناها من خمسة وعشرين جويل لحط الطوى ما فهمش ما فهمش ما فهمش ما فهمش معناها عنا برلمان تقريبا ولا وانا مش محافظة خطر في بالي كان على تصلي خبار كمان مشال سنستحضر الامر قلت اللي هو كما في اللوات فينانس كما الدليل الثاني متاع تجريم التطبيع اللي هو معناها شامبر دونجي شرموا داير التسجيل ومش ما كانت وقتها يكيد اضبو البرلمانيين يوقف كل المشاريع القوانين كما شعب القطي وقتها كان يعبر الله وان شاء اللي يعني بياليت وفين انتهيت اللي عدي يكون ميلا ترى لابوس اشنا والي الدخل لذى حاجات طفيفة حكاية المصادر في 37 كان ذكرتي طيبة اللي كان ذكا كارثي مخالف الدستور والحقوق للإنسان والكل عدلو شوية ردو يمس كان المصادر من اللي عنده هو ولا الصلح الوقتي لإتمام ما بقفية من المبالغ ولا المشاريع اللي وخمسين في المئة كانت تشهر ولا تشهر وذولي فما نقطة ثالثة من نقطة ثالثة ألور لا ألور لا ألور لا تموش شايد دو قاية صعيد خرج العمر خرج المشروع المرسوب وما قال شي وما الغاش حق التقاضي مع معناها النجم نشكي بالقرارات الأمن القومي تلمون قوي البرلمان بالمغالات والتسلف تقربا حماية القرارات الأمن القومي أضاف فقرة بوختني أنا وحرم العباد والناس من الطعن ولو بدعو تجاو السلطة في قرارات مثل الأمن القومي هذا يدي جاء معناها السياسي أول المغالات المعنى المعنى الثاني والمعنى الثاني والمعنى الثاني قصيت على ملتقى علمي من وزلكم خلتكلم الكلمة أول مرة أول مرة أنت فعل معك سيد أحمد را مقبلة تتكلم قصيت عليك لا أنا خلود عبد العزيز لا لا عبد العزيز لا لا عبد العزيز تحب عبد العزيز يسألك بليس سألوا نفس لا لا انت تخص علي عبد العزيز لا خلتكلم العلمية سيدا لا كلمة أخيرة تفضل اللي مست هو حق التقاضي معنى إلغاء إمكانية التعام التنقيح للأضاف والبرلمان وكذلك فم اعتراف اللي المجلس العال المجلس الأمن القوي ما عادش في وضع الحكم ولا يقرر والقرار قابل التعام معنى قرار اللي في الظاهر هو سلح لكن في الباطن وفي القانون بيصيبها صريحة هو قرار من سلطة أوليو طارق السعيدي عنده ليك سؤال وكان مزل عندك شوية وقت ستح بربي ثم نقطة يعني ثم رأي يقول انه رو جماعة العفو التشريع العام باعتبار انه انتدابهم حصل بقانون صادر عن رئيس الحكومة فانه همش معفيين كأنه الملف الكبير اللي يؤرق التوانس واللي هو المضمون السياسي كبير لأن الناس المقصود بمراجعة التعينات هو العفو التشريع العام يبدو انه خارج الحسابات هذي حبيت نستضح منك كانت ناجم زي تفسرنا في المتجاه هذي نحاول نفسر تبقى رأي متباض وقابل النقاش اولا سوئيكم اذولي اول مصدر بعد الثور هو العفو التشريع العام العفو التشريع العام وقتا ينفو لدير فاترونات معناه انه طلب كل اطياف طلب كل اطياف و للمشهوم هذك لم يقع الغاؤه دعونك ما زال موجود النظومة القرونية في تونس الزيم دعونك من حيث المبدأ ما تنجمش تناقش عبد احمد السواء مثلا كان قاري ولا استاذ تعزل من العجرات السياسية وخذيت قرار في عفو التشريع العام الذي يسندو رأى بجمو فردية من دائرة مختصة لدى محكمة التعقيم يعطيهني قرار في عفو التشريع العام نرجع على نخدم على روحي دونك المبدأ ليش يدله فيه يجب التبقيق في كونه يعادة الادماج تبقى العفو التشريع العام صار تبقى الخواند القانونية مثلا مثلا انا مش نولي استاذ العفو التشريع العام يلزمني مجدد في الاشتوار فيه انا مثلا عندي باك لزوبر مثلا وقت تطبيقات الفردية العفو التشريع العام هي التي يتعين عليها على الادارة القانونية تثبت من قانونية اما المبدأ انا اذا كان استاذ ونعاود لك عندي الاجازة اللي شارجية وحد حمي النجم ينسل الانتدام اللي هو شرعي ومشروع شكرا لك سيد احمد سويف عبد العزيز سلم على سيد احمد مقبيلة سيد احمد ربي بالكلي وحبيب حبيب ياسر سيد احمد وياعب هاي يقول لك مرسي بكم شكرا لك وربي فضلكم وشكرا لك شكرا لك انتي احمد سويف شكرا لك المحامي والقضي الاداري المتقعد نقد كبير لحقيقة فخرية شنعت صفاخري حبيب تكلم يا ربي يا ربي ما يوقضونيش راني في المباشر خاطر انتي هي لفقودنا انتي توقضنا يا باتلك سيب فخرية وسكت عطف ليه بالجد انتي قادت كبيرة جدا تحس انه فما لبخوش لكلها فيها نقد من عند احمد سويف فما المقاربة الكل ميش خاطر شوف المقانون هاذا تعدى كشعار خلوط ونسب حبة تعمل فيه اللي فانتازمة متاحة اللي عنده مشكلة مع العفو التشريع العام كان ينتظر فيه القانون اذي باش يحقق له نوازع ورغبته اللي عنده امل كتفرغ لدارة باش ينجز فيها هو بمنطقة الموالات الى خير للمنظومة جديدة زيادة كان يراه فيه من واجهة اللي كان يراه فيه ايضا من واجهة هيكلة جديدة اللي دارة اعتقد التقط فيه كل النوازع ولكن في الاخير عندما تم تنزيله في ارض الواقع في الاخير سيعالج بالعقل جاي مجلس وزراء عمالي جان اللي جان ديت تبحث ديت شوف ديت منظمة لامور ثم مراسيم كيف مقالي كان يتحدث لسيد احمد السويب ثم مراسيم ما زلت تابع المنظومة القانونية في تونس مدنجم مش تتجاوز يعني في الاخير نحب نقول للناس اللي تتمشي برشا وتدوخ برشا بالشعالة الواقع حاجة اخرى والمعالج على انظر الواقع حاجة اخرى انتي مكش قاعد تنفي انو المنطلق هو مشروع سياسي ولكن فما لزوبستاكل المتاع التيران العراقيل اللي تجي في التطبيقات مش عراقيل تطبيقات هذي الدولة عقلانييتها هذي الدولة يزي ما تمشيك عقلها الناس تنسى انو الدولة لها عقلانييتها اللي قستتها على امتداد سبعين سناء ونوامي ميكانيزم هي بيرقراطية تبنتها على امتداد سبعين سناء ولديها جذور وقرث من الاستعمار ومن البيات وانتجاي كل هاتي التراكمات تقدت الى هذي هالتراكم اللي اسمه جهاز دولة تونسي اللي عنده عقلانييته لابد من فهمها من اجل معالج الاشكاليات داخلها الشعار السياسي وحده غير كافي لفهم ومعالجة اشكاليات هذا الجهاز البيروقراطي العظيم المتعظم الاسمه الدولة دونك الدولة ومؤسساتها عزوز عظيمة ومتعظمة ومزيلة وقفة والدولة متعملش سياسة الدولة تحمي نفسها والدولة تدافع على نفسها والدولة عندما تمر بفترات من العبث من الفوضى تتحرك توقف العبث هذيك وتذهب الى اصلاح ما تم العبث به من تمظهرات العبث هي الانتدابات هذا ما يزمناش ننكره ليوم ملف فساد كبير انه اليوم اللي جان اللي تعاملت هذي انا اعتبر بانه هذا مطلب شعبي ومطلب الناس الكل لا فيها تشفي ولا فيها حالشي وطم مطمئن اليوم انه نلقاه تمديد في الاجال لويش صار التمديد وتم معناها تبرير ذلك لانه العدد متاع الملفات كبير ياسر دونك فهم العديد من اللي جان اللي ما كملتش العمل المتاحها وهي بصدد فتح الملفات هذي وكذلك لانه برشة ملفات ملقاوش فيهم اوراق ملقاوش فيهم شهاد شهاد وكاعد يصير عملية تثبت من الشهادات هذية عبدالعزيز نحكيو في امور كونسبتويل اما مهمة جدا انه السياسي يشد بلاستو الدولة والدولة ومؤسساتها والعمل البيروقراتي كيف نفهم انه موجود دولة دوالي بالدولة عرفتك الكلمة دي كمتاع دولي بالدولة بالحق تخدم المؤسسات اما علش احنا وقت اللي وصلنا الى مرحلة التمديد الاجل علش موقعش الكاشف على خلاصة العمل في الاجل السابق علش حد وقال يا جميع عروها والددقيق القيناة دوسية فارغة رانا القيناة قالو قال لا الرئيس قال اشار اشار اكثر مرة الى الخلقات الموجودة هو رئيس زي ما يشير ايه اما احنا هلين نحكيو على عملية التبديد تم تبريرها تم تبريرها تم تبريرها هذا اللي فما بيان اخرج في المسألة هذه بانه التمديد في الاجل صار نظرا للعدد الكبير اللي القاوها متاع الملفات اولا ولعدم وجود وثائق في العديد من الملفات دونك الوثائق هذه طالبينها باش يتم معناها ادراجها في الملفات هذه والتثبت منها وهذا يخذ الوقت وانا اعتبر بانه هذا مسألة مطمئنة وانه ما فماش عملية تشفي وانه العملية قادة تصير بعقلانية وانه الدولة قادة بكل تحترم في حقوق الناس باش ما يتظلم حتى حد مع العلم انه نعرفوا لي فما ناس دخلت بالمحابات فما ناس دخلت بشهاية مضروبة فما ناس دخلت بالعافو التشريع العام وعندنا المثال سامير الحناشي اللي هو كان في الجهاز السري متى حركة النهضة واللي تم اليوم واللي تم اصدار بتاقة تداعب السجن فيه من المتمتعين بالعافو التشريع العام واللي كان مستشار في رئاس رئاس الحكومة واللي اخذها العديد من المواقف واللي تشد هارب على الحدود بجواز سفر مزور وهذا من مهندس بركة الساحل وغيره يعني هذا مثال اللي فقنا به والامثلة عديدة ونعرفه جيدا وهنا واحد من ناس كنت موجود في العشرية السوداء كفاعل سياسي وشفت انه كانت فما الحديد من الانتدابات اللي صارت بالمحابات واللي صارت بالانتماءات واللي صارت على اساس انه الحزاب متاع المتاع من الناس اللي تابعين دزت هذا بالخلاف انه فما انتدابات صارت بشهايد مزورة ومضروبة ومغير شهايد ومغير بعض ومكل هذا اللي خليك اليوم انك تقول كنت في العشرية السوداء تعترف انها سوداء وهذه وردية بالحق هذي هذي على الاقل كتوفة نحكم على لا على الاقل على الاقل على الاقل ما قاديش شوفه على الاقل لا ما وعادي تبدأ ممكن اي روز في نواحي وقاتمة شوية في نواحي اخرى هذية ما نجموش لقاها وردية في كل شيء كانو صنع وردية في كل شيء عادي يزمنا وزير وزيرها ولا وزير سعادة وقتا يلزمنا وزير كما الامارات انا باش نرجع بكم للخمسينة مقبل العشريسة خيش كون علم العباد الدخول للإدارة على المولاد السياسية ياخي التجمع الدستوري ما كانش يدخل فيها جحافل جحافل للإدارة الحال الالية والحظيرة والالية ستاش والالية واحدة وعشرين والالية ثلاثمائة وثلاثة هو مدريش وصاحب العمدة وصاحب المعات ما دوش كون كان يدخل فيها موجودة هذي ثقافة كلهم كانوا يحبوا يعاود شنية عليا شنية أزمة عليا شنعمة عشريسة ما محبوا يعاود وكلهم حبوا يعاود وشكلة التجمع من جديد الكل اللي حابة تاخد دولة عندها هو هدو دولة الحزب على هذيك المنجحتش واللي يحاول يحب يعاود يعمل هون قليل ما يلاجمش ينجح يازم يتم البصل ما كانوش ينتبو الإرهاديين ما كانوش ينتبو الناس اللي ما عندهمش كفاءة ايه ما عندهمش كفاءة ما عندهمش كفاءة لا صاحب المعتمد مع المنجحت ما عندوش ديبلوم يعني نجم يتوجد في مكان أما اللي ما يسحقش فيه ديبلومات أما باش تلقى ناس موجودين في الإدارة ولايو أصحاب قرار وهم اش هي دي مضروبة ما نتخيلش كان يعملها التجمع المثال التونسي يا خلود المثال التونسي نموذج ما ما تتصوروش في العقل. هي انه الدولة عقلنة الفساد. وحولاته الى حلول لها. هي كيفاش? الدولة لا تنتدبوا وفقا لتعليمات صندوق النقد الدولي. الاخر عشرية بنعليم صندوق النقد الدولي عطل الانتدابات. شو اللي تعمل? ولا تعمل? تخلق قليات. عقود ازداء خدمات. تسويت وضعي. تمشي تتخدم انتي عقد ازداء خدمات في باست هو وهو شكل اشغال تشغيلهاش. تبقى اربع سنين بعد اربع سنين تبدأ تحتاجه الطالب. ادخلوك تخدم. المشكلة فاش. المشكلة فاش انه الناس اللي تدخل الناس اللي تدخل فيها يعني الفولودية. يعني متنجمش تدخل في قطاع لا اريد ان اسمي باش ما ينجزوناش حتى قطاع يقول ايه. لكن برشا قطاعات. بالسياسة. على مستوى محلي تدخل العباد تبدأ تخدم على رواحها. بعد اربع سنين تتسويت وفول العباد اللي تدخل. اصحاب الحظوة والمقربية. من اجهزة الدولة. نعم. واجهزة السلطة السياسية. هذا مما لا شك فيهم بعد العشرين او بعد الخمسينية قلت انت يا. ايه بالخمسينية 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 نفهم فينا فينا شي فينا. لكن لكن عزوز قال حاجة مهمة برشا تارق وفخري. قال لكن نعم المحابات السياسية والموالات السياسية كانت موجودة ولكن الكفاءة ايضا. لا في مستوى القيادة برك الكفاءة. اغزولي في مستوى التسيير. ايه. ايه. ام في مستوى الاعوان. وفي مستوى اعوان التنفيذ. ما كانش مشروط الكفاءة. ايه. فما ناس. يكسي اناس موالي فقط. فما ناس وصلت من الطاق رسميين وفي ما في في اعلى مناصب. هم عندهمش الباك. بالطرقيات وبالشعب المعنية وبالتعب انت. الحقيق للامانة وهذا يا رو مهم تعرف رو مش نقوله في هذا. مش نقوله في هذا رو بهدف ان تشفي من عنوان سياسي ولا كذي. اختاه البلاد يزاها مسير. عاد هذي مصراتين. اما جزء انا خنقرو خنقرو خسارنا كتوانسة. طبع يعني. اللي عملوا تجمع ذاك نحن تونس. واللي تعمل ذاك احنا توانسة. وتوانسة فينا اللي شوز قدير. باش ننجم وقدم. طوا ما مواليت عزوز. طوا ما عاد شو ما تعينات بالمواليت طوا. هو هو مفماش تعينات جملة يا طوا. اي. تعينات واقفة. دونك ما فماش نقوله بالمواليت لما غير مواليت. اما نرجع. ليكوست بوليتيك مسلا. اي. باع ليكوست بوليتيك ما قاعدين يشوفوا في سياسيين قاعدين يتعينوا الان. لانو دي جا مفماش احزاب ولا نواب ولا كذا. لك علي سيد احمد انا نقوله راو حتى المجلس القديم راو كان شوان بردون رجيسترومان. اما كان تاكسيفان. شوان بردون رجيسترومان. اما كيمة التاكسيفان. هذا يعلى اقل شوان بردون رجيسترومان. اما ما هوش تاكسيفان. كيفاش تاكسيفان. اي تاكسيفان. صب له اخته توي يصوط لك. معلينيش. المسلاة الاخرى انه انه بالنسبة التعينات. حتى كما كانتش قبل صحيح. فما ناس ما عندهمش كفاءة. اما مش في دي بوست كلي. دي بوست كلي كانوا يتعينوا لهم الناس اكفاء. والدليل على نجاح حتى الناس اللي كانت تتعدى بالموالاة. لذلك النظام السياسي اللي التجمع ولا غيره. واللي اللي ربما راه هو اه اه كنجي ونشوفه انه الاحزاب السياسية راي عند الحق اني تتعين. ما هوش عيب راه. فالديمقراطيات. يعني في كل الديمقراطيات الان. اللي ينجح في الانتخابات. يجيب جزء كبير من الادارة. ومن الناس اللي تخدموا. وخاصة في اللي بوست كلي. ما يختار الكفاءات. على قل التجمع كان يختار كفاءات في اللي بوست كلي. والدليل على ذلك. انه الادارة كانت قوية. وبقيت قوية. وحتى كي صارت التحول. صارت تغيير نظام والثورة. شفنا كيفاش الادارة. البلاد شدتها الادارة. وشفنا كيفاش بالاختراقات. وبالتعينات متعلق كفاءات. وبالعفو التشريع العام. وباللي بوست كلي اللي مغير عباد مغير باك ومغير شاهد علمية. كيفاش الادارة وين وصلت اليوم الى الحظيظ. هذك الفرق وين? اما انك راه وتسمي كحزب. راوذايا متعارف عليه ومعمول به في كل دول العالم. موضوع كبير برشا راوذايا كمش نقدو نتكلم ونحلو في كل. للموسيقى. مو كفيتنا عام الفيوم وتمانية صارت كريزة كبيرة في العالم. ايه. ماليش في برايم الفيوم وتمانية. ترى فش قالت ادارتنا. قالت من المعجزات. نحن ما ما ستناشى القزمة. ترى فش ما مست ناسى القزمة. خطر الطودة انتقراصيون موش كبير برش. وسطوا يفسرونا فيها الدجل موش شعوذة في البلاد. اللي هزت خلط قتال في ما حدوش شعوذة فيك. واللي قال عليها سيد الرئيس. رب قال. ربنا اللي قال غلطوني وساي وحسبون. شكوني غلطوا شكوني بشي حاسب. الجهاز اذاك. على هذاك. منتواضعوا بكل كثير من المحبة باش نصلحوا اخطاءنا في المستقبل. واغتياراته زادة غلطته برشو. واغتياراته دمرت حياته كيفية. يشترك معنا في الوضع دي. يلا فاصلوا رشعي. منتصر سيسي منتصر هو اللي قاعد جي بنا في الاخبار الحقيقة برشة دوسيات. اه حصرية. اه والغريب والعجيب الكل معاك يا منتصر اهلا وسهلا. سلود تحية لك وتحية كل مشاهدين ومسترعين. مرحبا. في نيبل والحمامات هذي يا وين انتي بالاساس مرسلنا ولكن طبعا مع تسعين دقيقة انتي مرسلنا في كم تراب. وعنده 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 تروتينات عجيبة. يبدأ يدور بها في حمامات. يا حتى يمشي بها. شوفت عرفها تروتينات العجيبة منتصر. يلا منتصر شنية الحكاية اللي اه موجودة وخرجت مؤخرا انه انتي كنت من الناس اللي كشفوا عليها. اه في علاقة بشبكات اه الدعارة. اه صفحات على الفيسبوك. اه اللي فيهم الشبكات هذي. المساعدة هو للتحديد مع دول وصف بدقة هو لكي تجارة بالجنس وهذا معروف منول الدنيا. لانه مع سبع بعض النجاحات الانية الخرانية بيقامت داع وحدات تقريب الوطن. خاصة بعد كل المدهمات اللي صارت المدة اللي فاتت عند سبع شهرة على اخ تقدير على مراكز اللي سموهم المساج. متبعة ثم العديد من الشبكات تم تفكيكة. تم شكولهم معاته حتى الجزائيين تم اه المحاسن. داعوا دعوة ما معالش فما حتى حلوك. التجه الى الفضاء السيبرني و الى الفيسبوك و الى كل معاتها ما يتعلق بالانترنت. هذيك عليش انتشرت المدة اخرى معالتها صفحة تم تأسيسها مؤخرا خلصات جوان آآ 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 آ� مدى لأنه تعقيدات تعرف الليدرية وخاصة الإجراءات بتتبع الموافع الليدين دي والإي بي بتاع الصفحات هذه الطول البروزيزية حالا خاطر ثم بعد الصفحات كان متابعة ومدى مدى وإلى وينه تلاقي المديرين الليديرو في الصفحات هذه خارج تراب التونسي فما شكون مزلت هنا لأنه مع أنه الأمور اللي كلها مع المصادر اللي تصلنا بيها كي سوى مصادر أمنية أو غيرها ما زلوا يتابعوا فيه شكون صاحب الصفحة هذه وكيفه جاء وخاصة قدر في عملية التقطاب للأجانب هذا هو الموضوع اللي معتها الفتد انتباه الرحالية للأمنية وأنه فما العديد من المواقع تم غلقها بين أنه تم معتها القبض على الضدمين والمشرفين على الصفحات هذه بيه دونك الصفحات هذه تدار من خارج الفضاء التونسي وصار استدراج ووقع بالفعل معناها المتابعة بتاع الموضوع وبدأوا في الاستدراج الفعلي ولا قاعدة الأمور على مستوى الانانس خطرينيهم احنا الصفحات اللي على الفيسبوك سديزا نانس رو كريمون معنا كانت كانت تتبيع في تليفون ولا في كرهبة ولا في جدة وكاليا فيم تي في حبينا نوارد سي شوكا سي شوكا تجدهم برميلة زابونية اللي هما شعالين في المجتمع وينجموا هما بحكم الموقع اللي عندهم نسيروا انتباه لمثالا الواحدة الأمنية ولا أي إنسان مشرف على الصفحة غالية ونسيروا استمام رأي الحم دوك هذي هذو مسلميت عصوص هرفتك الحكاية اللي تحكي ومبعد في الأخر تلقاهم فريمون موجودين على أرض الواقع النفوذ ودعا نقص شوية مخدرات تتولي سريمان هذي هذي جريمة الإلكترونية العابرة للقارات والعابرة للدول والعابرة للحدود هذو ما ناس من برها ولأنه اليوم أصبح العالم مفتوح هنا جي دور الدولة جي دور المنية تصدى لمثل هذه الصفحات مراقبتها غلقها وتتبع الناس لمسؤولة لها ولو هما في الخارج إذا كانوا في تونس يتم تتبعهم أما لكن الغلق والوقوف لهم يجب أن يكون فما إدارة فيها ناس تشتغل على هذا الموضوع كما في العالم الكل فخري بيهتا بيهت شاب ربي نعطي الكلمة الأخبار خير يلا نرجعوا معاكم بعد الأخبار طارق فخري وعزوز موصلين معاكم حتى الماضي ساعة ونص الجهاز السري الذي يعود من خلال اسم اسم شخص الحقيقة فخري ما هوش معروف برشا الاسم اللي مش تحكيننا عليه ولكن فما باركور وفما أمور عزوز أشار تقبيلا له كان مستشعر سابق في رئاسة الحكومة ولكن اليوم شو علاقته بالجهاز السري شو اسمه ساعة يحتحده على سيد سامير الحناشي سامير الحناشي أحنا أولا نقبركم شي خلود حابين نرجعوا لكلمة الجهاز السري تعرف أنت في الأخير كلمة الجهاز السري تم خذانها أو الاستناد عليها من منظومة الأخوان أخوان المسلمين والكلمة هذه ظهرت في أول من طلقت في مصر وقت اللي صار صراع ما بين السندي عبد الرحمن السندي اللي كان على رأس التنظيم الخاص وتصارع هو الهوذيبي على ما يكون ياخد الجهاز السري وديم الحركات الإسلامية كان لها هيكل على أن يعمل السياسة ويتحدث في السياسة وتحدث في السياسة على الإسلام ولكن له تنظيم خاص مونات له المهام المهام اللي ما تصلحش تكون في العالم كان يدير هذا التنظيم أعتقد وديره أشخاص أخرى لها علاقة بالقيادة السياسية ولكن في الأغلب التنظيم السري العلني لما يعرف التنظيم السري حفاظا يقول لك على الأسرار اللي يحمله هذا التنظيم في تونس تريح هذا التنظيم كابرشة على الجهاز السري وسمعناها برشة في العشرية الأخيرة خاصة من هيئة الدفاع على الشهيدين اللي هي أول من خرجت للرأي العام كلمة الجهاز السري وبدأ الحديث أيضا على عمليات تم فهمتني صارت في بلادنا وكان يتم اتهام الحركة الإسلامية بها وجهازها السري وأعتقد اليوم باش نجموا لبنيهم في المستقبل حياة سياسية بعيدة كل البعض على الشبهات وبعيدة كل البعض أيضا على عناوين من النوع هذا أنا في رأي من مصلحة الحركة الإسلامية حتى قبل كل الحركات يتم الكشف يعني أنت بجيت بالتحليل قبل ما تحكي لنا على القضية لأن القضية في الأخير هي قضية سياسية هي في الأخير اليوم سمى أشخاص يتم عندهم تهم أنهم ينشطون في هكذا تنظيم كان يخدم في خدمات لحركة النهضة كان يعلعب في حديث كان يتحرك في الكواليس من أجل أنه يفتح الحال أفق الحرية للحركة أنها تشتغل في الفضاء العام يريد أيضا أن يلقي قبضته على الفضاء العام ويهيكله لتجاه حركة النهضة أعتقد في رأي أنا الأسماء هذه مهم جدا يتم الكشف عليها وأيضا مهم جدا أيضا أن بلادنا تتجاوز بتتجاوز بكشف الحقيقة لأنها واحدة اللي يتنجم تخلينا في المستقبل تكون عندنا حركة إسلامية تعمل في الحياة السياسية بعيدا كل البعد على معادلات هذه وأيضا الحياة السياسية تم تنقية متاعها باش نجموا ونمروا من هالمربعات هذه إلى قعدة سنوات وسنوات فيها في كليشيات أعتقد ما نفعش البلاد عزوز وقلي نحكيه لهنا على الجهاز السري ونحكيه على العمل في العلن وعلى مدنية أو التظاهر البعض يقول بمدنية الأحزاب اللي عندها خلفية إسلامية والأحزاب الأخوانين نحكيه على تفكيك ظاهرة ظاهرة عاشتها بلدنا مدة كبيرة وموضوع جهاز سريا ذايا وقت الهيئة الدفاع بدأت تتكلم عليه بدأ الكشف على العديد من مواضيع مثلا يقول لك راغوا المسؤول الفلاني في الإدارة الكبيرة الفلانية ولا من عرشينا ولا في المطار ولا في الحكومة ولا غيره هو عنده حلاقة بالجهاز السري يعني هي تشبكات طوال يوم وقت اللي نسمعه وأنه قضايا منها وهذه قادة تثار نجمه نفهمه الخبيلة شوية معناه هو اللي الحيلة اللي انطلعت علينا أنه صدقنا أنه الحركات الإسلامية تنجم تكون مدنية وخاصة التجربة متاعنا احنا في تونس بعد 10 سنوات ولا 12 سنوات تأكدنا مرة أخرى أنه الحركات الإسلامية هي بالأساس أجهزة سريع وما تنجم تكون كان أجهزة سريع وتبين الآن بالدليل القاطع بأنه حركة النهضة والحركات الإسلامية اللي في العالم وهذه معروف عند الناس الكل بأنه تشتغل والمكينة العميقة والمكينة الكبيرة والأسماء اللي بيهم الفايدة والمهمات الصحيحة اللي فيها علاقة بالمال اللي فيها علاقة بالتشبيك اللي فيها علاقة باللوبيات اللي فيها علاقة بالعلاقات الخارجية اللي فيها علاقة بالكمبين اللي فيها علاقة بكل شيء موجودة في الأجهزة السرية اللي احنا ما نعرفهاش وكل ما تم تقديمه على أساس أنه ظاهر ومدني والأسماء اللي نعرفها ما هي الواجهات تستغل بأوامر الأجهزة السرية نمشي أكثر بعض الأسماء اللي نحكي عليها اليوم كما السامير الحنيشي اللي قال فخري أنه لا يمات فما بطاقة إيديا بالسجن في حقه سيدة ذي وقت اللي ترجع تشوف ليستوريك طارق تلقاه أنه من مجموعة بركة الساحل وهو من أحد الأسماء اللي موجودين في البلف متاع سليمان اللي خطط لعملية سليمان وبعد تلقاه شد مستشار رئيس حكومة وبعد في الأخر هيرب خلصة بجواز سفر مدالسة توا الأخبار التي تروش آه طبعا ما عنيش آآ تأكيدات لأنه الملف ما هوش قدامنا ولكن فما بارشا سمعنا عليهم حتى وزراء سابقينوا قيادات كبيرة رو كانت في حركة النهضة مثلا هو في الحقيقة أنا يعني مع مهم اللي يقدموا آآ فخري ولكنه ناقص بارشا آآ أنا في اعتقادي أنه المفصل هو ضرورة الآن إبراز حقيقة اغتيال شهدي غادي تو نلقى وكل شي عدم اغتيال عدم توضيح مسألة اغتيال شهدين شكري بالعيد محمد البرامي هو ما أدى إلى هاته الضبابية إلى حد الآن كشفنا عديد الملفات كشفت يعني لجنة الدفاع عديد الملفات طرحت عديد الأسامي اعتدت دي بيست كانت هناك سلطة سياسية تقيد العمل القضائي وفق رواية اليوم المفترض أنه هاته السلطة السياسية التي كانت تقيد العمل القضائي والناس كانت تقول قضاء البحيري وكذا انتهت اليوم أنا استقديري الطرح الصحيح للجهاز السري يمر عبر ضرورة طرح مسألة كشف حقيقة اغتيال الشهدين وراهوا مدين ما اكشفناش من اغتال الشهدين شكري بالعيد ومحمد البرامي فإننا لن نتوصل إلى حقيقة الجهاز السري بالنسبة لممارسة العنف في فكر التنظيمات الإخوانية في اعتقادي هاته تهمة لا يمكن أن ينكروها على أنفسهم مهما طالت يقولون أن صارت مراجعات هاته المراجعات يمكن ستطال حتى الاسم اليوم يحبوا يراجعوها هل حقيقة يمكن أن نأتمنا إلى الإرادة الذاتية للإخوان هذا زاد سؤال العميل هل لابد من ديجارد فو قوانين حارسة لابد من مجتمع مدني قذ لأن حتى ولو سلمنا بضرورة أنه موجود تنظيم سياسي إسلامي في تونس وهو يعبر عن جزء من موجة شعب التونسي فإنه بالضرورة أن يكون تحت الرقابة المدنية حتى لا تحدث هذه الانحرافات التي هي جزء من تكوينهم الفكري هذا ببساطة فأتقادي حقيقة الجهاز السري مرتبطة ارتباط وثيق بالشاهدين شكراً ببعيد محمد لبراء حقيقة الجهاز السري مرتبطة بملف الشاهدين والمطلب كشف الحقيقة كان مطلب عليه برشا غبار سيس تراكمي تسيس معنا حتى هيئة الدفاية تحسها كانت تخدم تخدم بش تقول راو فما حاجات راو وهو القضاء وين وهو المشكل وين وهو الملفات اللي تخبيت وهو الشهود اللي هربوا البعض 25 جوليا جيت كالتنفيسة متاع القضاء سيتحرر ولن يصبح القضاء البحيري اليوم نرمالما القضاء أصبح قضاء الشعب نعم هكا ولا ليه قضاء نفسه قضاء نفسه لايه القضاء الذي يحكم باسم الشعب ولي مصلحة الشعب هذا هتا ولا ليه طارق به وينه 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 كشف الحقيقة على كل حال التعاتي مع الملف فما تطورات فيه تطورات موجودة والملف قاعد الآن محل متابعة وهو على طاولة سيد القضاء وقاعدة فما استماعات قاعدة تصير فما جلسة ظهل نهار ستة وعشرين ستة وعشرين لا لا ستة وعشرين ظهل غدوة ظهل غدوة اليوم ظهل اليوم فما جلسة فما جلسة ستة وعشرين فما جلسة ستة وعشرين أما هنا خلود لازم نوضح حاجة راه تورط الجهاز السري في الاغتيالات او شبط تورط اللي ما زالت ما تبتشي لحد الآن باش نكونوا معناها لحد يعرفش يقول ونكونوا معناها مريقلين وإلا تورط في ملفات أخرى فيها راو البعد الداخلي وفما البعد الخارجي الي راو ما ننساوش ان الجهاز السري والأجهزة السرية متاع الحركات الإسلامية راي عندها ارتباطات على مستوى دولي والاغتيالات السياسية اللي هي متهمة فيها ما قامتش بها بمفردها كما الملف اغتيالي الزواري واللي راه الكشف عليه ولو حتى تكون فما إرادة سياسية ما راه فما تقاطعات وفما تجاذبات وفما العديد من العراقيل اللي لربما تعوق اللي نقدمه في الملفات هذه اللي تاخدوا شوية وقت أما لكن إدانة الجهاز السري انت حركة النهضة في تونس داخليا عنده العديد من القضايا اللي هي منشورة اليوم يخي أنستيلينغو وأصدتوا على الآلام والصفحات المشبوهة شكون كان يعمل فيها بتعملش فيها حركة النهضة يعمل فيها الجهاز السري انت حركة النهضة الأموال المشبوهة شكون كان يدخل فيها والأموال القذرة اللي كانت تستعملها سواء جمعياتها واللي استعملها الحزب في الانتخابات وغير الانتخابات ما وكان يجي فيها الجهاز السري هل نعرفوا اليوم احنا شكونوا الأمين المال الحقيقي متاع حركة النهضة ما نعرفوهش لأنه شخص موجود خارج الوطن لربما وقالها متخبي فيه ولا اسم اللي يتموا الكشف عليه واللي عرفو الفلوس وكيفاش تجي الفلوس مسألة أخرى مسألة التسفير وكيفاش صارت عملية التسفير بلكش قامت بها قيادات حركة النهضة مباشرة هي عطاة الغطاء السياسي اللي أنا موجودة في الحكم أما لكن اللي قام بالعملية هذه الناس اللي حطوهم اخترقوا بهم وزارة العدل وزارة العدل مع سينور الدين البحيرة يقولوا قضاء البحيرة ما كان معاه ناس موجودين ينتميوا للجهاز السري والمهام متاحهم كانت التسهيل والباسبورات وغيره وغيره هذا هو الجهاز السري الاغتيالات مهم جدا أنه يتم الكشف الاغتيالات الغرفة السوداء متاع وزارة الداخلية يشكون عملها عملها الجهاز السري مشكلة هذية هي عزوز أنه الملفات موجودة ومطروحة وفما أدلة وجاء وزارة داخلية في المجلس احنا قادنا نحكيه وليجين وقت يكونوا بيتي في المجلس خلود قادنا نحكيه وإحنا اليوم كان على التآمر وقضايا التآمر للنيابة العمومية قاتلك ما يودي هزو يديك مشوية خلينا فما برشا منهم ما هوش صحية أما لكن ماذا بينا زادة نحكيه وتوى على بطاقات الايداع اللي صايرة على ملف التصفير على تزوير الباسبورات على انستالينجو على الاغتيالات اللي ربما مشي تجيه في مدة أخرى على اختراق الدولة وذي ورأو ليست متاع الموقفين يا خلود رأي ليست كبيرة برشا رأو احنا ننساو الأسماء لأنه مانيش نحكيه عليهم احنا قاعدين نحكيه فقط على بعض والزوز والثلاثة ملفات شدين فيهم والبقية راناناسين متاركينهم واللي قاعد الأحكام مش الأحكام الإيقافات قاعدة تصير فيهم والتحقيقات قاعدة تقدم والأدلة موجودة والإدانات قاعدة تتطور يوما بعد يوم فاذ فخ عزوز هزنا اعتقد الزاوية مهمة جدا ويجبنا نقفو عليها السياق الدولي اللي كانت تحرك فيه هذه المجامية أو كانت تحرك فيه فهمت منظومة الأخوان المسلمين أنا تعرف أنت مثلا في مصر بعد سقوط بعد 30 يونيو تتغيرت توازنات وربما حتى الخطاب على الخطاب في تونس من اللي كان خطاب حاد وموتوا بغيذكم إلى آخره إلى آخره هو نفس الخطاب اللي مشاه مد يده وعمل توافق سياسي إذن ثم موازين قوات دولية هي اللي تساهم حتى في إبراز الحقيقة لأنه جزء كبير من الحقيقة مش فيتونه جزء كبير من الحقيقة خارج حدود الوطن تعمل زيدكم حاجة التقارب اليوم المصري التركي هل يسمح بالوصول إلى حقيقة خنعطوها المعادلات هذه باش منحطوش على بلادنا زيدة مطالبوها دولتنا جي بي جي بي جي الثمازد كونتكس انترنسيونال اليوم أنا في رأي التقارب المصري التركي جزء كبير من الحقيقة تم التسوي عليها اثنين اليوم من النظام المصري اللي 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 هز الأخوان هزان وحطوا في السجون هو نفسه فاتح حوار اليوم مع الأخوان يفتح في حوار مع الأخوان ويحكى على مصالحات على هذك جزء كبير فيه جزء قضائي وبحث إلى آخره ونحن نثمره من نجمه وكان نكونوا معاه ولكن أعتقد ثم جزء آخر سياسي وهذا اللي يعنيني واللي يهمني أنه ثم توازنات دولية وأيضا ثم محاولات يزمها تكون وطنية من الداخل أنه كيفاش أنك تدفع اليوم الحركة الإسلامية أنها تتونس نفسها أنك اليوم الحركة الإسلامية تفقها من هذا الكونتكس انترنسيونال وترجحها للضمير الوطني وترجحها أيضا للمهام الوطنية وكان ثم مبادلة منهم هما الإسلاميين أنهم بش يعملوا حزب وطني أعتقد بنواجبنا الاستراتيجي وحماية لأمننا القومي أن نساعدهم أنهم يعملوا أفهمني حزب وطن كان عندهم هما اليوم محاولة أي تونس في تونس لو كان ثم اليوم محاولة جدية في تونس لقيام حزب إسلامي وطني أفهمني يؤمن بالوطن ويؤمن معادلة الوطن وما عندوش علاقة بالخارج وما عندوش علاقة بالتوازنة بالخارج أعتقد سياسيا في استراتيجيتنا أن ندفعهم نحو هذا هذا رأي وجهة نظر فخري أذية تم بني على فكرة أنه الفضاء السياسي رحب ويتسع للجميع أما يظل اللي عاشدتوا تونس المد اللي فتت يد حد كثيرا نظرية أذية التعايش مش وقته فخري لأ خلنا نقول لك حاجة لا ما يقول لأ هوش فسلك فما ناس في مجتمعنا الفكرة الإسلامية في مجتمعنا شكرا فكرة شعبية واحد زوالي يعيش في السرس يحب الإسلام أشنوي العنوان السياسي ما ينجب يكون كنا قريب غادي أما خالي باش نحفظ علي باشي لقى عنوان أفهمتني وطني ما يهزوش المنزلقات أخرى أعطى قدمة ندورنا أنه ندفع نحو قيم على الأقل التنظيم الإسلامي التنظيم الإسلامي هو معاشر كلنا إسلامي يا فخري يا فخري هو مش مع أنت شو أنا إسلامي نحن كنا مسلمين مفهمتني لحظة برك ملعبوش على لحظة أما حزب محافظ حبي يتنظم محافظ 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 وطني أنا أنا مسلم أنا ونتنظم في حزب أما حزب الكل تقولك أنا محافظة راوز أما زيدي الكريم فهمتوني شي لا فهمي لك فهمي لك حزب محافظ وطني أعتقد دورنا أن ندفع نحو لكن اليوم لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون حزبا محافظا وطنيا والتجربة أكدت ذلك والفرصة لإخذات حركة النعضة بعد 2001 فرصة كبيرة جدا تستغل تلك الفرصة باش تونس روحها وفشلت وكذبت على التوانسة وتحيلت على التوانسة الأحزاب هذه يلزمها لإنديثار والناس اللي عندهم أنت ما ولا كما قلت أنت محافظين فما العديد لا في الكلمة راو إيش نقول بك عدد ناسيز لحظة لو أنا فقعد يشيون لحظة بربي لحظة خلنا وضح لو فهم نيس قعدة تسمع فينا وتفعل معا إي 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 الأحزاب هذه إي 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 خلين نوضح أنك تكون محافظ أنك تكون محافظ هذا يا حقك أما أنك تقول أنا إسلامي وأنا نرفع في لواء الإسلام ويزمني نكون في حزب إسلامي وإيديولوجية إسلامية ويدافع على الإسلام هذا لا ما يزمرش يكون في بلادنا أحنا بكنا مسلمين وإذا كانك أنت محافظ هذك أمورك الشخصية وتنتميل أي حزب مدني آخر مفتوح على الصحة لأقرب لك التوجه هذا خلود لحظة ليه فخري خنس موتار بالنسبة لي أنا أنه روى نتحدث عن الجانب النظري ذاك بها أما على أرض الواقع أنت عندك محافظين في تونس ويريدون الفكر الإسلامي ويريدون تحبوا الله تكره وهويتوا جزء منها وهذه يعني معناها شريحة في تونس كبيرة وواسعة من المحافظين اللي ترى تمثلاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تبناها على قاعدة ارتباطها الثقافي بالدين الإسلامي شيء هذا يفترض أنه مش يعملوا سياسة حبوا لا تكره من الأفضل حسب ما فهمتنا ساخري أنه نكسحهم إلى العمل السياسي تحت المنحظة على تركبتنا خير من أنهم يمشيوا إلى الاستقطاب الدولي وأنا ريناهم نحن طرف فاعل دولين في الارهاب أبنائنا شاركوا بما أكثر حتى من دول الأخرى رافع رأي يبدأ الرئيس المتاحة كي تركيا وكي رافع رياية الإسلام وتونس شاركت أكثر يقول لك هات نعملوا مشروع وطني ندفعهم هما ننقل أجواء من أجل هذا اللي يفهمني حسب فما راو هما أحسن ما تنسيوش بيادي اللي خاشت من حركة النوضة عاملة أحسن يجيزوا عمل مثلا مثلا من هو ايه بمقطة وحيدة هي مدنية هذا الحزب برافو ما يزمش لشعرات يرفع له لواء الإسلام وله نحن نحن القفار ومسلين حاجات عاملة قانونية التنظم في الأحزاب لا يمكن أن يكون بيرمع شعار غير شعارات الدولة يعني بايه اللي عندها الإديولوجيا الإسلامية وترفع في شعار الإسلام يجب أن تندثر هذي يرايك هذي يقعد كان الأحزاب المدنية العادية يدخلها اللي هو محافظ ويدخلها ليشتر محافظ ويدخلها نفوع محافظ يلا نختم وفخر يشكر بيسر عامان أنا مع الفكرة هذي علاش لأنه اليوم جزء كبير باش نجم تعمل انفستيسمان ديورابل باش تنجم اليوم تدفع بلادك بتشكيلاتها الاجتماعية المختلفة إلى آخرين إنك تنجم تنجح في تأثيرها باش نجم تعمل انفستيسمان ديورابل اللي يهز البلد من بلد متخلف عالم ثلث إلى بلد يرتقي إنه يكون أمة محترمة إنك تحصنوا داخلين هانا جربنا الحلول الأمنية لسنوات ووليت مدخل باش نتعاملها خما شأن أم قبينا محرقة التسعينات اللي الصدام اللي صار ما بين النظام خنفكروا فيه هذي تابوق خنكم ما كملتش فكرت يا عاد ما يجيش حك ما كملتش فكرت يا أمان راوي هو يدخلك راوي الخارج خارج يعمل لك يا ودي يهديكم اللي يلعب لك على اللي يفاي يلعب لك على حالة اللي توازن متاعك باش يهزلك مجموعة من عندك أنا نحصن إجابة الداخلية اليوم ندفعهم كانوا يحبوا يعملوا تجربة محافظة وطنية وتحت رقابة الدولة مالياً في علاقة بانخراطاتها في علاقة بمؤتمراتها تعطينا تقاريرها المالية وتعمل مرحبا به ولكن أي تنظيم سواء كان إسلامي أو كان يساري أو كان وسط يتعامل مع الخارج ويرفع العنف ويعمل العنف مش يغير الحقيقة السياسية يتحمل مسؤوليت علاقل اليسار آآ العائلة العائلة نعرفها. آآ العائلة الوطنية. علاقل اللي نعرفه انا اللي نعرفه اين. هي تحصل. هي تحصل. اذا كان هي لا تدعو. تحصل. تحصل. يعني الديولوجية اليسار قائمة على الوطن. على الوطن مسألة الوطنية. باهي. الموضوع موصلوا لحدث معاه عزوز نعرف نوعدك انه نهار تلسين نوصلوا لحدث في الموضوع لأنه يقول القائل اللي تحكي فيه انت الكل كان موجود بعد الفين وحده. حكا على التعاة الامنية اما التعاة الديمقراطية سار وشوفنا شنو عامل وقت لعطيتنا عالجة اليوم المعالجة الامنية مطلوبة المعالجة الخفائية مطلوبة وايضا المعالجة الاجتماعية السياسية مطلوبة شكرا شكرا فخري شكرا عبد العزيز شكرا طارق سعيندي مرسي بكم شكرا لكم كل تبعتونا في 90 دقيقة باي باي